حال الحديث عن وضع الأهلي قبل الديربي ينضم لي من جدة الصحف الرياضي عبدالعزيز القرني العزيز مساء الخير مساء النور أخوي حازم أمسي عليك بالخير وعلى الأستاذة تغريد وأيضا أمسي على السادة المشاهدين يا هلابك حال الأهلي قبل الديربي بعد الخروج من كأس الملك بصورة عامة الأهلي بدأ الموسم أو أنها موسمه الماضي بشكل سيء في ترتيب متأخر من فترات لم نشاهد الأهلي بهذا الترتيب مع تواجد الإدارة الجديدة قامت بالتعاقد مع هاسي ليكون هو المنقذ أو هو المغير لحال الأهلي بسنك هاسي استلم الفريق وبدأ مع الفريق من الجولات الأولى شاهدنا خمس جولات لم يكن الأهلي يقدم مستويات كبيرة رغم أنه لم يخسر بعد ذلك بدأت تتوالى الخسائر أحيانا يكون هناك انتصار ثم فوز الأهلي لم يقدم أي مستوى هذا الموسم مع هاسي إلى الجولة الثانية والعشرين أيضا الخروج من كأس الملك ومع ذلك هاسي لا زال مستمر اليوم مع الأهلي وضع الأهلي الموسم هذا الأهلي يقدم أحد أسوأ مستوياته في تاريخ دوري المحترفين تقريبا الأهلي يقدم مستوى سيء جدا يقدم موسم سيء جدا ومع كل تلك النتائج الأهلي اليوم مع بسنك هاسي 24 مباراة خسر في سبع مباريات انتصر في ست مباريات تعادل في عشر مباريات ومع ذلك لا زال صاحب القرار في النادي الأهلي يرى أن هاسي هو الرجل المناسب لقيادة النادي الأهلي ولم يتخذ أي قرار في شأن المدرب هاسي اليوم القرار أو العمل يقيمها النتائج دائما سنكمل في موضوع هاسي بس أنا أريد أن أسألك ما هو سر التمسك إدارة الأهلي برئاسة الأستاذ ماجد النفيعي بالتمسك على هاسي والإبقاء عليه حتى هذه اللحظات الواضح أن التمسك بعد كل هذه النتائج بالسيد بسنيك هاسي هو الاقتناع بما يقدمه بسنيك هاسي من نتائج مع الفريق حتى هذه الجولة من غير الطبيعي أنه مدرب يقود الفريق 24 مباراة وبنتائج في مجملها سيئة لا تليق باسمه تاريخ النادي الأهلي ويبقى المدرب حتى اليوم إلا أن هناك اقتناع تام من صاحب القرار في النادي الأهلي بما يقدمها المدرب من عمل ومن نتائج يعني الكل الكل اتفق جماهير ومحللين ويعني الكل في الرياضة السعودية والشارع الرياضي اتفق على سوء ما يقدمه بسنيك هاسي من هاسي معاك عبد العزيز في النقطة إلا أن صاحب القرار في النادي الأهلي لا زال عبد العزيز أنا أسألك عن نقطة واحدة إيش اللي مخلي ماجد النفاعي يبقى على هاسي غير أنه مؤمن بهذا الرجل كتدريب لأنه واضح أنه هاسي قاعد يعكب الفريق هل هناك شيء آخر؟ بسنيك هاسي تحدث في فترة وقال أنه أنا لا أملك جودة الإدارة جودة لعيبة الإدارة في الفترة الشتوية عززت الفريق بتعاقدات أجنبية ومحلية ومع ذلك لم يتغير الأهلي بصورة كبيرة في نظر الجميع إلا أن الإدارة اللي يخلينا اليوم نقول أن الإدارة مستمرة على هاسي سبب واحد أنها مقتنعة بما يقدم هاسي من عمل يعني الكل غير ممكن لإدارة النادي مقتنعة لا أعتقد أبدا أنه موضوع مالي بقدمه هو اقتناع بما يقدمه بسنيك هاسي من عمل داخل أرض الملعب يعني بعيدا عن النتائج يعني صحيح الآن الأهلي ست جولات متتالية لم يخسر لكن ما في مستوى قاعد يصير في أرض الملعب يعني في مباريات أحيانا يكون فيه فيه بعض المستويات لكنها بشكل مستمر بشكل متواصل والدليل دائما إذا تقيم أي عمل تقيمه من خلال النتائج هل النتائج الأهلي مع هاسي جيدة أو حتى متوسطة نحن نشوفها سيئة لأنك أنت تتحدث عن الأهلي لكن يبدو أن الاقتناع لا زال موجود بهاسي حتى الآن